اهلا بكم مره اخره في الحكايه ايه الفقره الثانيه بتاعتنا عايزين نعرف الحكايه فيها ايه الفقره بعنوان شباب وان معلش هطلع بارل سكريبت دقيقه كده الفقره دي سبب وجودها ان فيه شباب كتير قويه عنده مواهب سواء بنات سواء ولاد فيه شباب كتير مش عارف يوصل لحلمه مش عارف يبين مواهبته من خلال البرنامج هنا احنا بنحاول ان احنا نقدر نطلع المواهبة او نبقى الاستيب الاولى لها على الشاشة وتبقى اول استيب للنجاح ان شاء الله طبعا معينا النهاردة ناجلا نويهي بنوتا جميلة 26 سنة عارفت انها تأسس كيان مؤسسة جالري ناجلا نويهي لتعليم الرسم والفنون التشكيلات طبعا انا برحب بك يا ناجلا نوراني برحب بك يا سيزانك كلميني عن ازاي نميت مواهبتك واي المشاكل اللي وجيتك هو بصراحة يعني هو من الاول خالص ما كانش فيه اي يعني طنطة بالنسبة لنا تفتقر للكورسز او كده ما كنتش عارفة انا مواهبتي خالص فتعبت كتير على ما لقيت حد يعلمني او كده وتلعت بره طنطة وتعلمت بره طنطة بس كانت الحاجة الرخمة اللي فيها يعني ان هي كانت الكلمة كلها بفلوس اي كلمة بفلوس فانا حبيت ان انا اي حاجة هتعلمها اعلمها لغير يعني بدون مقابل من زي ما تعمل معك يعني مش بدون مقابل خانيها متفقين ان هو مش بدون مقابل بس يعتبر بالمقابل رمزي بشكل رمزي يعني مش باسعار كبير مش بالاسعار العالية وبنعمل ايضان سمجانية وكل حاجة ناجلا عندي سؤال ليكي يعني نطلع شوية براتك ليدي مين ناجلا نويه مين ناجلا نويه باختصار كده ناجلا نويه درست اعلام صحافة اهلي في الاول كانوا زي اي اعلام برا الرسمة اساسة برا الرسمة اهلي في الاول زي اي اهل مفيش فنون جميلة ما وفقوش يعني بس انا بدلت ورا حلمي حتى بجانب الدراسة لحد ما وصلت ان انا اتعلم كمان عملت دراسات حرة فنون جميلة وبعدها اسست المكان بتاعي بشتغل من حوالي 6 اثنين بحاول اساعد الشباب زي ما حدريك بتقولي الشباب الصغير لان انا تعبت انا تعبت على ما لقيت المعلومات اللي ما قلت الاسطين وده احنا البرنامج بتاعنا عشان كده ويرسم رسماتك عبرها عن ايه بص هو حريرك انا حدد الرواتي يعني انا برسم بورتريه فن البرتريه هو فن رسم الوشور بنرسم اي حاجه برضو ممكن نرسم لوحات او كده بس انا حد الرواتي مرسمتش حد مشهور انا بس لو ينفع نارض جزء من الصور لنغلة تمام انا كنت بقول ان انا ما حبتش خلال الفترة اللي فاتي دي كلها ان انا ارسم حد مشهور لاني مكنش عايزة اعلى على تريند حد انا بحبهم كلهم واكيد كلها بحب كل الفنانية بس انا كنت عايزة اعلى بنجاح الشخصي مش مش بني حاجه حد مفيش بغي غير الاسورية يعني مش عايزة الشخصيات مشهوره تكتسب من شهرتها لحظة محمد دي اعلى ابراهيم من الكاهرة اهلا وسهلا اهلا وسهلا 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 معيكم عليكم السلام والله معاكم ابراهيم ياصام اخول لاستاذ سلم اهلا وسهلا دايك سلم اخبارك عام لئيمنا ورا الدنيا الحمد لله مرسي حبيبي ألف ألف مبروك على البرنامج أنت وأستاذ محمد ربنا يخليك أباشي الله يخليك أباشي يكون الحلقات الجاية كمان حلقات جميلة وشيقة زي حلقة المهاردة كده وأنا حبيتها باركتك على البرنامج مرسي يا حبيبي دكتورة رانيا برضو محترمة وكلامها حلو جدا الأستاذ نجلة معينا دلوقتي إبراهيم الأستاذ أنجلة نجلة لا ولا يهم تمام وإن شاء الله إن شاء الله كده تقدم دايما وبالتوفية بط مرسي يا إبراهيم جدا على الاتصال يعني الاتصالات دي فرقت معي شكرا يا إبراهيم ليك قوي هنرجع كلامنا مع نجلة نجلة أي طبيعي أن أي بنت أو أي شاب بيبدأ مشروع جديد بيحصل يعني ظروف بتوقعه طبيب يوقعه يقوم إيه أكتر المشاكل اللي وجهتك أثرت قوي في النشوار بتاعك بصي وإن حد الوقتي ما حصلت ليش ضرب بفاظية بس هول يعني المنافسين يعني مش أكتر ومنافسين في الغالب بيبقوا رجالة بس هم مش متخيلين أفرض المنافسين يكونوا بنات لا مش بنات خالص لأن البنات أنا اللي بدربهم يعني أنا نصت أصلا للمحاضرين وإيه المشاكل اللي بيسببها لك المشاكل أنه هم مش قابلين إن أنا واحدة بنت وصغيرة يا محمد كمان يعني أنا في ناس بتجيلي بتقولي بتكلمي تيفوما ده النجلاء وبعدين يقولي إنه دهالي من جوا حضريك أنا أنا سنجل هو ده اللي أنا بتكلم فيه النهاردة في الحلقة اللي هو 26 سنة صغيرة وقدرت إنها تفتح جالري كامل ونشتغل معها كاست كامل تحت إيديها هم مش قابلين برضو إن واحدة بنتي تبقى ناجحة حفوزت رجال يعني آه تقريبا آه هو كده هم شارعين تمام يا نجلة أنا عرفت يعني أو كان بوس كنتي منزليه إنك بترسني الجرائم آه إيه بقى الحكاية نرسامة جنائية أوكي بوسي هو مفهولا دكتورة في التاب الشرعي كلمتني واتفقت معي أن هي أرسم لها جرائم أنا عايزك بوسي الصور كده على الشاشة وكملي كلام بوسي هو كل ده أوردرز مع عادة اللي هي بتاعت سعاد حسنة اللي كانوا عرضينها من شواء دي أنا وخطيب يوم الضقيل آه أنا اللي عملت ترند ده على فكرة يعني الزمان هو كان من حوالي أربع خمس سنين أنا اللي عملت ترند نص ونص مرسمتش حد خالص على فكرة غير سعاد حسنة ده رسمها قريب لأن أنا بحبها هي مولودة يوم عيد ميلادي فأنا بحبها وكنت عامل حالة كده للفيلم بتاعها شفية ومتولي لأني برضو بحب الفيلم وده؟ ده شركة هندسية كنت طالبه مني لوحة في شقة يعني بتعامي مع الشركات كمية في التاشتباط بنروح نشاطة مثلا لو فيه كافي لو فيه شقة بنعمل لوحب بتاعه فدي كمية آخر حاجة عملتها والبي أوردرز دايما قلتلكه هو تبقى أوردرز أنا ما رسمتش فنانية كمليلي موضوع رسم الجرائم لأن هي حاجة جريئة قوي عشان أنت بنوتها طبعا يعني بوسي هي بتيجي بتجيب لي المحضر وبتقرهولي أو بنتكلم فيه أنا المفروض أنا بتخيل الجريمة لأن هما بيبقوا عايزين يشوفوا الجريمة مش كل الناس عندهم قدرة تخيلية يعني أنا عندي قدرة دي فبرسمها زي ما يكون المشهد متصور بالزبط يعني الدرب ازاي أداة الجريمة كل حاجة عايزين بس معانا اتصال بوسي من الجيزة أهلا وسهلا ألو سالما بوسي ازايك منورة الساسع يروح قلبي وألف مفلوك على البرنامج مرسي يا بوسي جدا مرسي حبيبتي حبيبتي برنامج رحفة وإن شاء الله يبقى أحسن برنامج في الدنيا كلها وحلقة مفيدة جدا وإنتي زي الأمر على الساسع مرسي يا بوسي ربنا حبيبتي ربنا يخليك حبيبتي يا سلمة وألف مبروك يا حبيبتي بالتوقيع الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا بوسي يبدالي دايما في نجاح يا رب مرسي يا حبيبي متشرفها بيكي وأنا بتفرج عليك يا سلمة وكلنا فخورين بيك حبيبتي مرسي حبيبتي يا سلمة معينا نرجع لنجلة كملي بس فأنا المفتود أن أنا بتخارج جريمة وبرسمها عشان ترفق بالمحضر يعني فهما بيحكوا لي الجريمة كاملة وأنا برسم الجريمة بأداة الجريمة إذا كان قاعدت التباق أو طاعة إزاي كنت بتوزي بين الدراسة وموضتك دا كان موضوع صعوب شوية جداً بس أنا خدت الموضوع تحدي لأن موضوع الرسم أصلاً من كم سنة دلوقتي إحنا نشرناه الحمد الله بس من كم سنة كانوا بيقولوا الرسم بأكلش عايش لا لا إزاي دا فن لا هما كانوا شيكين فن بس ما بيأكلش عايش مش وظيفة فن وإبداع في ناس شاكين فن وإبداع بس ما بيأكلش عايش فأنا عشان أثبت نفسي أنا كنت بين الدراسة أنا كنت خسها 15-20 كيلو وكده بين الدراسة بين السفر كمان وبين أن أنا أدرس كمان في فنون جميلة فكنت مرفقة أنا مش عارفة أن كنت جابة طاقة يومين وكنت بشتغل يوم امتحاني كنت بشتغل بدي بدرس محتاجة أعرف بقى أعمار كل الأطفال والكبار اللي عندك عشان أنا عرفت أنك بتدربي أو بتعلمي على الرسم أطفال صغيرة وشفت الصور الرسم ليهم فالصورة بتاعت صورة حسنية هي على فكرة صورة جاملة جدا على فكرة وليلي بقى الأعمار الأطفال عندي من أربع سنين أنا بديهم وأنا أستاذ منار العبد كانت معي برده بنعلمهم من البداية خالص مبدأين بس أنا عايزة أدي نصيحة لكل أولياء الأمور أنا مش عايزة حدي يقول أنا بحب الرسم فأنا هنخلي ابني يتعلم رسم لازم نوهيبة من الجواء موهيبة بوا يعني الموهيبة مش فريدة خالص بلاي ناس بيقولي ما عندهم شو موهيب بس أنا بحب الرسم وعايزة ابني كذا عايزة تهلم خالص لكن الأطفال اللي عندهم موهيبة بيبقوا جبارين يعني التعلم من الصغر كان نقش على الحجر فعلا فعندي أعمار من أربع سنين لحد عشر أو اتنشر سنة ده محتوات مختلفة من أول اتنشر سنة بنبدأ بقى في الرسم الاحترافي لحد بس بثين سنة عايزة بيعلم ناس أكبر مني وہا مهو بيetics تمام احنا معنا ابتصال علو السلام عليكم لكم السلام وراحمة الله وبركاته اليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايزاك اساس محمد؟ ايزاك cabeش أعمل إيه؟ أستاذ محمود معنا؟ ايزاك ايز كاز плюс معصغب عامل إيه؟ الحمد الله تمام اتفضل يا باشا؟ أينيك ها السلام؟ الحمد الله مرسي يمكنني الوهيب قوة قلل الصوت تعالي؟ يعني نوصي التلفزيون بس شوية طيب أستاذ محمود شكراً ممكن حق تأيدي الاتصال بينا تاني لأن الاتصال قطع كميليا نجلة معيتي بس فبقولك بدايةً بقى من سن 13 سنة بنبدأ بمحتوى احترافي شوية لأن التطلس ساعتها بيكون خلاص عند وعي أنه هو هياخد أي حاجة صعبة يعني هو أنت فتح مركز وكرة أو مش رسمي بس على فكرة أنا معي بنات أنا عرفت أني عاملة فنون تشكيلية فنون تشكيلية تدريب وكل أنواع الفنون والهند ميد والمزيكة أنا معي بنات تانية كتير معي الهند ميد هند ميد يعني حاجة بتعمل بالإيد تصنيع شونط بالإيد بيعملوا كروشية بالإيد كل حاجة ممكن يعني أي حاجة حيثنا نعملها فيها تفصيل كل حاجة هند ميد نجلة أنا عايزكي تكلميني بقى على أول رسمة نجلة نميه رسمتها ومين اللي كان مساعدك فيها إني أنت أكيد أكيد شور أنت كنت بتسألي حال أو بتستعيني بهذا أول رسمة أو أول رسمة في حياتي أول رسمة في حياتي أول رسمة ما كنتش عكبيني في صراحة لأنني كنت أخذت كورسم وكنتش راضي عن نفسي لكن في رسمة فرقت قوي كانت أول رسمة ألوان خشب كانت بانوت عادية خالص بس بتفيرة ما بعطياش دي كانت دفيرة بتاعتها طويلة كانوا الناس بتقول لي إحنا عايزين نشد الشعر من كتر ما هو حقيقي يعني ففرقت مع ناس كتير قوي وفاكرة برضو أن أنا نزلتها على بيتج وجابت لايكات عادة الألف أو الفين كمانا فكنت مبسوطة لا أكيد أنا في حاجة وكنت بعملها لوقحي يعني مع نفسي خالص مش طبع كورس ولا أي حاجة فعرفت أنها لازم أكمل ومحتاجة أخذ معلومات أكتر فعشان كده عملت سهير وروحت فقا تعلمت رسمة الاحترافي تعلمت رسمة الاحترافي يا جماعنا أي حد عايز دي تواصل مع رجلة نويه هيكون رقمها على الشاشة تحت ونجلة أنت مكان للسنتر بتاعك طانطا تمام جميل قوي نجلة بما أنك بنوتا وبدأت متأخرا عايز أعرف أنت بدأت مشروعك أنك أنا هفتح مكاني وهشيل مسؤولية الإدارة دي من إمتى؟ بصي أنا بشتغل قصة من وانا عندي 20 سنة أنا إنستركتور مع الكلية بس من حوالي أربع سنين أنا من حوالي أربع سنين أنا قررت أفتح لأن أنا كان عندي أفكار كتير وكنت عايزة ساعد ناس كتير المؤسسات ما كانوش يسعوا كل ده يعني كانوا يقولوا لأ كيفية أنت علينا؟ وأنا عايزة ساعد فهم ما وفقوش على أفكاري بعد كده رؤلت لأ أنا هفتح لأ هعمل مكان له أحد شابوه يا نجلة معلش هناخد بس يا جماعة فاصل سريع وهنرجع تاني في الحكاية ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الجميلة نجلة طبعا أستاذ أناج لأ هو الرسم محتاج موهبة أو لا؟ الرسم مش محتاج موهبة الرسم ممارسة زيه زي السواقة زي السباحة الرسم ممارسة الفن هو اللي محتاج موهبة الرسم إحنا أعلي بننقل الحاجة اللي قدامنا ننقل الصور اللي قدامنا فمحتاج مهارة هي مهارة مكتسبة لكن الفن ان احنا بقى نكسر قواعد دي ان احنا نعمل حاجة فنية الحاجات المترقعة هي فن لكن الرسم مش محتاج موهبة خالص من اول سنة 13 سنة اكتهاد ويشتغل عن رسمة اكتهاد وممرسة من سنة 13 سنة قبل 13 سنة مايجيش كورس بس الموهبة يا نجلة هنا بتضاف الموهبة بتضيف حاجة حلوة للرسم بتفرق بس في نسب عندها وقت فراغ على القالة بتضيف روح للرسمة لكن الرسمة هو الا شغال هو بيرسم بينقل بالزبط ففي ناس كتير بتبقى عندها وقت فراغ ونفسها بتعلم رسمة اصلا معانيش موهبة لا عادي جدا نستغل وقت فراغنا ونتعلم رسم ممكن نلاقي عندنا قصة الموهبة يعني وقتها الشخص يعني هو ممارسة بلاس الموهبة يعني اللي عنده بقى موهبة بتفرق معنا حستأذلك بس يا نجلة معنا اتصال ايمان من الكاهرة ألو 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 أيوة أيوة زيك يا تلمة الحمد لله تمام تلمة مبروك يا ربنا عن البرنامج وشكلك زي الأمر ويا رب كده يكون خطوة كده بكون مميزة إن شاء الله ودفلنا جديد بإذن الله في الإعلام ونشوفك أكبر مزيعة إن شاء الله في مصر كلها سلاميلي يا أمين سلاميلي يا حبيبتي أنا محمد ونجلة معيك انت ما شاء الله زي الأمر ويعني جو أهد يعني ربنا يوسعك يا ربنا في حياتك يعني مرسي يا أمين شكرا جدا نيكي معنا نرجع نجلة تانية كنا بنتكلم إن الرسمة أنت بتقولي إن هو عش محتاج موهبة هو مهارة مكتسبة الفن هو الموهبة يعني الفن بيضيف للرسم إزاي قدرتي أنا شوفت رسمية لأطفال أقل من 13 سنة الرسمة فيها روح الرسمة بتتكلم إزاي قدرتي توصلي ده لطفل إنه يطلعوا بالشكل ده بصي هو الأطفال نفسهم هم اللي بيفاجئونا مش إحنا اللي بنفاجئهم هي بس الحكاية أنا بعلمه المبادئ بعرفه يعني إيه لون يعني إيه خط يعني إيه رسمة وبعدين يلا بقنا تخيل ونرسم ونعمل تغذية بصرية مش بخليه يعني مش شرط يرسم ها بتسيبه هو تخيلته لأ مش بسيب تخيلته أنا بمرنه يعني أنا بعمله تغذية بصرية بوريه ورسومات بوريه وشجر بوريه وصور وبعد كده بنبدأ نرسم يعني أنا وظيفتي بعلمه يرسم إزاي مش يرسم إيه هي دي وظيفتي يعني أعلمه يرسم إزاي لأن في ناس بيبقوا مصرين وقبلها الأمور برضو أنا عايزها يرسم فلان أنا عايزها يرسم كلا حاجة معينة أنا ماينفعش أفرض على طفل سيبه هو من تلكه نفس محمد ممكن تستقبل مكالمة مع أنا إلهام من إسكندرية إزايك أو إزاي الهام إزاي الهام علومتها الخير إزايك أو إزاي الهام صد محمد إزايك ربنا يخليك إزايك أخلي معملي أهلا وسهلا إزايك يا حبيبتي الحمد لله ألف 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 مليون مبروك الله يبارك فيك يا رب منورة يا حبيبتي وافتقدم إن شاء الله أكتر وأكتر مرسي جدا مرسي لحضرتك كنت عايزة بس تعمل لنا بس برنامج وتجيب فيه مختصين إزاي يعلموا الأطفال إن هم يعتذروا لأن دي إحنا مفتقدينها في الزمن ده سياسة الاعتذار سياسة الاعتذار أوكي أوعيدك إن هتكون معنا حلقة هتجيب لك دكتور فيه إحنا مفتقدين في الزيادة جامد جدا 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 ده يختلف عن جيل الثمانينات وجيل التسعينات حاضر جدا أنا عارفة إن إحنا مفتقدين ده حاليا بسبب الدلعة الزيادة من كل الأمهات أوعيدك إن هتكون فيه حلقة بإذن الله يكون فيها يكون ده موضوع برنامجنا شكرا لكي جدا ولاتصالك نرجع لنجلة جميلة تاني سوري قولي لي يا نجلة أنت يعني أما بيجي لك طفل أول بداية تعليم الرسمة تدقي إزاي أنا بقعد أتكلم معي لازم أصحبه في الأول لازم يحبني يعني مش بتدخله رسم ضايرك لا أحنا بنقعد نتكلم وأسأ أنت بحب رسم يعني فيه ناس زي ما قلت لك بيجي لك تقولي والله هي ما بحب ماما هي اللي جايباني إبار يعني آآآ يعني أفضل أتكلم معي في الأول وتعرف عليه وحببه فيه وبعد كده نبدأ بقى تعالي بقى نجرب ويلمس بسي الحب بفرق برضه أيوة طبعا يعني هو لو ما حبنيش مش هيستابل مني معلومة لازم الأطفال طول الوقت تركزها مشتت فأنا لايزم أخليه أنت بهلي يحترمني ويحبني اللي اتنين فبقى بقى أمسكوا الألوان بفهموا إيه الألوان ويلمسها طب تعالى انشغبت شوية تعالى نعمل بعد كده أديله بها الأساسيات فيبدأ يفهموا أن هم فعلا في كرس الأول بيبوا فاكتين جايين يلعبوا بعد كده بيلتزموا على فكرة الأطفال بيبهروني بصراحة أكتر من الكبار صراحة جدا الاستيعاب عندهم أعلى بس المزاجهم فهو عشان كده الاستيعاب عندهم أعلى السؤال بقى أنا أخي باعزي فهمية فما مش عايز مش عايز خلال قولي السؤال قولي السؤال بتلجالي الشدة أحيانا معيهم بصي مش مش شدة بس اللي هو أنا مش مدرسة خالص بس اللي هو بوكر فيس أنا مش بدحك على أنت تتعمله بس خلاص هو بقى بيفهم إيه دا انت تمزت على أنا مني بس معينا التليفون محمد ممكن نستعبله شايماء من الغربية ألو ألو زكرا زي الشايماء وعليكم زكرا زي الشايماء أنا شايماء مأمون من الغربية أهلا وسهلا شايماء أهلا وسهلا أهلا وسهلا إزاي كفان معهلا الحمد لله أنت عامل أي أنت مظلوط حدثي على جميل الله يبارك فيك يا رب عايزة طبعا يعني شايماء أنت كان لكي حد عند نجلة بيتعلم رسم حاضرتك أنا بنفسي كنت عند نجلة أنت بنفسك طبعا عايزة أعرف أنت قصتك إيه مع نجلة الحكاية إيه بقى الحكاية أن يوسف إبني بيحب عسم جدا من هو صغير فأنا حتى أدوع أنا كذا لكي أن أنا أوجي فيه أن هو يتعلم رسمه وكذا ينمي الموهبة بتاعته فأرسنا كذا لكي لكن كان حاجات بسيطة يعني الدنيا ما كانتش يعني أدك يعني نجلة عملت بصمة معيكو قال لأ النجلة عملت يعني شوك اللي باند كتابة أصلها روحها أنا عندي يعني يوسف كان يطلع في عيديا 11 سنة يموت فيها يعني كانت معه وبدأت مبيته الله أنا عملت بسيطة مرسي ديكي عنده يعني هي نجلة دي مزدلو يسدراتي ما شاء الله 14 سنة وطول مني حاجة كده يعني ماشاء الله لا هي نجلة متميزة بكل اللي أنا شفته والرسومات اللي هي الأطفرس منها لا لا وعندها قدرة على التواصل مع الأطفال ومع الكبار يعني ماشاء الله عليها أطفرات ماشاء الله عليها أنا أقولك أنا نفسي أخذت كورسل معي وتعلمت ورسمت بصريهاتي ألو شكرا يا شايماء هو الاتصال قطع طريبا معينا وليد ألو سلام عليكم عليكم السلام أستاذ سلمة ألو أهلا وسهلا ألف مبروخ على البرنامج والبرنامج جميل وربنا يتمع لكم على خير إن شاء الله بإذن الله وربنا يكرم معكم الأستاذ محمد برضو والأستاذ نجلة طبعا مثال كويس جدا للشباب اللي هو بيعمل مشاريع وأنا قاعد منساجم منها جدا ومبسوط جدا أن هي بتتكلم عن طاقة الشباب اللي تحب تعمل حاجة لا تعملها مش لازم تتقيد في موضوع الدراسة بالباق وربنا يوفقها إن شاء الله شكرا جدا يا أستاذ وليد شكرا جدا نجلة أنا محتاجة منك مساج لكل الشباب اللي بتفرجوا علينا بوسي أنا أحب يعني أوجه لهم رسالة إن هم لازم يبقى عندهم حل وعندهم هدف ويتارجته يبقى فيه تارجت معين تارجت لهم فيه أدامهم مثلا أو قدوة بيحاولوا يقلدوهم بالضبط وبيدوا دلوقتي يعني أستاذ أنك للأطفال بيبقى عايزين حاجات تحفيزية إيه التحفيزات اللي أنت بيقوموا بها لهم عشان يعني تشجع يا ما وبيتهم غير اللعب جوه المحاضرة إن إحنا بنلعب غير بقى التريتس بقى البنبون وكده الرسم نفسه أصلا تحفيز يعني أنت نفسك ترسم إيه فلان تعال نفسه أكيد لازم أن تعملوا مسابقة جوائز مسابقة للأطفال ما بنصحش كويس أنا حضرك قلت دي مسابقة للأطفال ما نصحش خالص ممكن مسابقة لكبار تحبطهم حضرك أنت بتتكلم مع طفل دماغهم يعني من مشاهنات يعني من نفسه وكلا أه وتحبطه أنا دلوقتي بجيب طفل عشان يثق في نفسه أكتر أصلا الرسم بيزود الثقة في النفس يبقى صاحبه أحسن منه لا يبقى أنا كده بحبطه أنا بواسط كل اللي عملته لا منافسة دي لكبار اللي فاهم هو فاهم هو غلطان فيه لكن الأطفال هتبقى مؤثر عليك هو للأسف يا نجلة وقت حلقتنا خلص بس يعني في أسئلة كتير أي حد عنده استفسرات لنجلة هيكون رقمها على الشاشة دلوقتي ممكن يقدر يتواصل معيها للأسف فقط حلقتنا خلص بس هنستنيكوا الحلقة الجاية استنونا وإحنا هنستنيكوا كمان تشوفونا في الحكاية ايه عشان تعرفوا حكاية الحلقة الجاية ايه استنونا